أولا الفطة وضعتها المملكة منذ قيام عصفة الحزم وأيضا الأمل تعلمون جيدا أن المملكة والتحالف والشرعية بذلوا كل ما يستطيعون في محاربة الحوثي وبذلوا جهود كبيرة وما زالوا وما زالوا وهذا بتوافق يمني بطلب يمني وبناء على قرارات شرعية دولية ولم يتغير شيء في هذا وتأخير حزم المعركة هو بالأسف حصل بسبب هذه الخلافات اليمنية اليمنية يعني هناك من يحارب وهناك من يتراجع هناك من يحاول أن يحسم مصير منطقة أو يحسم مصير حزب قبل إنهاء المعركة وكان بعضهم يتراجع يعني تعرفون القصة لا نريد أن ندخل بتفاصيلها وتحرير الأوطان أخي الكريم يتم عسكريا ويتم سلميا ويتم بالمفاوضات أحيانا ويتم لم يقل أحد لا في المملكة ولا التحالف ولا الشرعية أنه استسلم للحوثي لا يا أخي الكريم الحوثي هو من استسلم الحوثي ضرب وقتل ومنع وطرد من مناطق كثيرة وفشل في كل محاولاته داخل اليمن وباتجاه المملكة والأمارات والدول التحالف عدوان الحوثي كما المشروع الإيراني وصل إلى طريق مسدود علينا أن نستمر موحدين في مكافحته وهذا ما تفعله الآن الشرعية الجنوب ممثل بالشرعية المؤتمر ممثل بالشرعية الأحزاب الأخرى كلها ممثلة بالشرعية بهذا المجلس والمعركة لم تنتهي لا نستطيع أن نقول إذا احتلت جهة أجنبية أو تواطى مع بعض أبناء الوطن واحتلوا جزء من البلد هل يعقل أن نقول نحن نحرر نصف البلد ونقيم عليه دولة ونترك القسم الباقي لا صحيح أن المعركة ما زالت طويلة أو طالت مع الحوثي أو مع المشروع الإيراني ترجمة نانسي قنقر